مجرد ميليشيا مسلحة ومتمردة ولا شرعية لها تاكيد حكومي لوصف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عاصمة الشرعية المواقة تاكيد الحكومة وجهة لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن خلال لقاءات عقدها وزير الخارجية محمد الحضرمي عبر تقنية الاتصال المري قال فيها إن استمرار ما يعرف بالمجلس الانتقالي في تخبطه ورفضه التراجع عما يسمى بالإدارة الذاتية والسيلائه على أموال البنك المركزي يجعل منه مجرد ميليشيا مسلحة كان من اللافت أن وزير الخارجية خلال مخاطبته سفراء الدول واشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو طالب المجتمع الدولي بالضغط على المجلس الانتقالي بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض أو التعامل معه باعتباره متمردا فاقدا لأي شرعية فعدم تراجعه عن إعلان الإدارة الذاتية والسلاوه على أموال البنك التي قال الحضرمي بأنها ملك كل اليمنيين ليس سوى تهديد لاتفاق الرياض وتعطيل لمؤسسات الدولة لم تصدر من السفراء الدوليين أي مواقف جديدة غير تصريحاتهم المكررة عن دعمهم لجهود اتفاق الرياض في ظل شكوك يمنية حول جدية تلك الدول في دعم الحكومة الشرعية خصوصا وأنها عمليا كما يؤكد مراقبون تتعامل مع اليمن كملحق تابع للسعودية والآخرة لم تتخذ حتى الآن موقفا واضحا وصريحا تجاه ممارسات المجلس الانتقالي كونها الضامن له والمستضيفة لقياداته منذ العشرين من مايو المنصرم شكرا